السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة كوروشي تيفي. اليوم سنقوم بعمل واحدتين للمفرش الذي قدامنا وهناك واحدتين. يعني هم كلهم أربعة واحدات كما نرى. الخيط التي استخدمناها استخدامها هيمالايا بيبي لوكس مع إبرة رقم 3. طبعاً يمكنك استخدام أي خيط مع إبرة مناسبة. أهم شيء أن نعمل بنفس الخطوط. لأول مرة تشوف أعمالي لا تنسيش تدوسي على الزراء الأحمر اللي تحت الفيديو. وتدوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد احنا بالنزل. ونتابع مع بعض الخطوات. أول حاجة نعمل عقدة البداية. ونشتغل أربع سلاسل. واحد اثنين تلاتة اربعة. ونقفل في أول غرزة بمنزلقة. ونرتفع واحد اثنين تلاتة بمسابة عمود وسلسلة مسابة. وندخل في الفراغ ونعمل عمود سلسلة. نفس المكان عمود سلسلة. نفس الفراغ نعمل عمود سلسلة. عمود سلسلة. نعمل واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سلسلة سبعة سلسلة لعمود الأخير رقم تمانية سلسلة. ونقفل في ثالث سلسلة. واحد اثنين تلاتة بمنزلقة. يبا كده عندنا تمن عواميد. وما بين كل عمود والتاني سلسلة. السطر اللي بعد كده هدخل جوه الفراغ بمنزلقة. وارتفع واحد اثنين تلاتة بمسابة عمود. واشتغل في نفس المكان كمان عمود. العمود التالت. وادخل في الفراغ اللي جنبه واشتغل برضو تلاتة عواميد. عمود. التاني. التالت. واشتغل واحد اثنين تلاتة. تلات سلاسل. وعندنا في الفراغ اللي بعده هشتغل تلاتة عواميد. واحد. اثنين. تلاتة. الفراغ اللي بعده هشتغل برضو تلاتة عواميد. واحد. اثنين. تلاتة. بعد كده هرتفع واحد اثنين تلاتة. تلات سلاسل. والفراغ اللي بعده هشتغل برضو تلاتة عواميد. واحد. اثنين. تلاتة. الفراغ اللي بعده تلاتة عواميد. واحد. اثنين. ثلاثة. بعد كده ثلاث سلاسل. واحد اثنين ثلاثة. وعندي اخر فراغين. هشتغل برضو ثلاث عواميد. وهنا ثلاث عواميد. اكمل وارجع لكم. وصلت لنهاية السطر وارتفعت ثلاث سلاسل. وهقفل في ثالث سلسلة. من سلاسل الارتفاع بمنزلقة. واخد سلسلة الامان واقص الخيط. علشان نبتدي بلون تاني. لو انت هتعميليها سادة بتكملي الشغل بنفس اللون. بالشكل ده. زي ما هنشايفين كده هنيجي هنا من اول عمود وندخل من تحت الحلقتين ونسحب اللون الجديد. بالشكل ده. ونرتفع. واحد اثنين ثلاثة. وناخد عمود فوق العمود الثاني ومش هنكمله. وناخد عمود فوق العمود الثالث ومش هنكمله. وناخدهم الثلاثة مع بعض بالشكل ده. بعد كده تلات سلاسل. واحد اثنين ثلاثة. ونروح على الثلاث عمود الثانية. ونشتغل عمود. مش هنكمله. العمود الثاني. ومش هنكمله. العمود الثالث. ومش هنكمله بالشكل ده. وناخدهم كلهم في حلقة واحدة. ونرتفع واحد اثنين ثلاثة. ونيجي هنا في الزاوية. وهنشتغل عمود. ومش هنكمله. نفس الكرام. العمود الثاني. العمود الثالث. وناخدهم كلهم في حلقة واحدة. ونرتفع واحد اثنين ثلاثة. في نفس المكان نشتغل برضو غرزة كلاستر. عمود ومش هنكمله. الثاني. الثالث. وناخدهم كلهم في حلقة واحدة. دي كده الزاوية. ونشتغل واحد اثنين ثلاثة. ثلاث ثلاثة. ونيجي هنا فوق الثلاث عوامير. ونشتغل نفس الكلام. عمود ومش هنكمله. الثاني. الثالث. وناخدهم في حلقة واحدة. ونرتفع واحد اثنين ثلاثة. ونشتغل الثلاث عوامير اللي جنبه. عمود ومش هنكمله. الثاني. الثالث. وناخدهم كلهم في حلقة واحدة. ونرتفع ثلاث سلاسل. الثالث. ونيجي هنا في الزاوية ونشتغل اثنين كلاستر. كده اول جرزة كلاستر. ونشتغل واحد اثنين ثلاثة ثلاث سلاسل. الجرزة الثانية وهي جرزة الكلاستر الثانية. وناخدهم كلهم في حلقة واحدة. وبالكده انا اشتغلت الزاويتين ونكمل بنفس النمط لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر واخر حاجة اشتغلتها الزاوية. واشتغلت التالت سلاسل وهقفل في تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع بمنظركة. ده شكل الوحدة بتاعتي. بالشكل له. عندي الزاوية الاولى التانية التالتة الربع. الخطوة اللي بعد كده هدخل هنا في الفراغ بمنظركة. وارتفاع واحد اتنين تلاتة. بمثابة عمود. بعد كده اشتغل كمان عمود. التالت. بعد كده السلسلة. والفراغ اللي بعده تلات عمود. واحد اتنين تلاتة. بعد كده سلسلة. وعندي هنا في الزاوية اشتغل عمود التاني التالت. بعد كده تلات سلاسل. في نفس المكان تلات عمود. واحد اتنين تلاتة. دي كده اول زاوية. بعد كده سلسلة. وفي الفراغ تلات عمود. واحد اتنين تلاتة. سلسلة. وفي الفراغ اللي بعده تلات عمود. واحد. اتنين تلاتة. سلسلة. وفي الفراغ اللي بعده تلات عمود. سلسلة وصلنا عند الزاوية. هنشتغل تلات عمود. بعد كده تلات سلاسل. وفي نفس المكان تلات عمود. بالشكل ده. ونقرر نفس الشغل لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر زي ما احنا شايفين. احنا كده اشتغلنا اربع زاوية. هدي كده واحد اتنين تلاتة اربعة. بعد الزاوية بنشتغل سلسلة ونيجي هنا في اخر فراغ وهنشتغل تلات عمودة. وناخد سلسلة ونقفل في تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع بمنزلجة. وناخد سلسلة الامان ونقص الخيط علشان نشتغل باللون الاخير. ده شكل الوحدة بتاعتنا. وده بيبقى شكل الوحدة بتاعتنا. دلوقتي نبتدي السطر الاخير. هنيجي هنا في الفراغ. ونربط الخيط. وهنرتفع واحد اتنين تلاتة. في نفس المكان عمود. كمان عمود. يبقى كده تلات عوامير. بعد كده سلسلة. الفراغ اللي بعده تلات عوامير. لغرزة الجراني. بعد كده سلسلة. الفراغ اللي بعده برضه تلات عوامير. في نفس المكان. سلسلة. الفراغ اللي بعده ورضه تلات عوامير. بعد كده سلسلة. ونيجي هنا في الزاوية. ونشتغل برضه. الزاوية اللي اشتغلناها في السطر اللي قبله. تلات عوامير. تلات سلاسل. تلات عوامير في نفس المكان. بعد كده واحد اتنين تلاتة. في نفس المكان. تلات عوامير. ناخد سلسلة. وفي الفراغ تلات عوامير. ونقرر لنهاية السطر. زي ما احنا شايفين كده. وصلت لنهاية السطر. واخر حاجة اشتغلتها الزاوية. بعد كده باخد سلسلة. واقفل في تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. واخد سلسلة الامان وقص الخيط. ده شكل الواحدة بتاعتنا. حجم الواحدة بتاعتنا اتناشر سنفي. زي ما احنا شايفين كده. الواحدة اللي بعد كده. هنعمل سلسلة الامان. ونرتفع. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. اتناشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين واحد وعشرين. بعد كده هنرتفع. واحد اتنين تلاتة اربعة. بمسابة عمود. واجه هنا في الجرزة رقم واحد وعشرين. واشتغل عمود. يبقى في في نهاية السطرة سيكون عندي 22 عمود. لنهاية السطرة. وصلت لنهاية السطرة وآخر غرزة في آخر سلسلة. ونعد الغرز. نرتفع سلسلتين ونلف الشغل. السلسلتين بمثابة نصف عمود. سأجي هنا في ثاني عمود. وأعمل عمود أمامي. الغرزة الثالثة عمود خلفي. الغرزة الرابعة عمود خلفي. الغرزة الخامسة والستة عمود أمامي. الغرزتين اللي بعد كده عمود خلفي. بالشكل. الغرزتين اللي بعد كده عمود أمامي. وهشتغل اتنين أمامي واتنين خلفي لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر زي ما احنا شايفين كده. احنا اكتدينا في بداية السطر بنصف عمود وعمود أمامي. هننهي بعمود أمامي. ونصف عمود. هنجي هنا في ثالث سلسلة وناخد نصف عمود. بعد كده نرتفع سلسلتين بمثابة نصف عمود. وعندي هنا العمود الأمامي. في السطر اللي بعده هنشتغل عمود خلفي. والعمود الخلفي هنشتغل عمود أمامي. والعمود الأمامي هنشتغل عمود خلفي. لنهاية السطر. بالشكل. وصلت لنهاية السطر والعمود الأمامي هنشتغل عمود خلفي. واخر غرزة هنشتغل نصف عمود في ثاني سلسلة. نصف عمود في ثاني سلسلة. بالشكل. هنرتفع سلسلتين ونلفق الشغل. وعندي هنا العمود الأمامي هنشتغل عمود أمامي. والعمود الخلفي هنشتغل عمود خلفي. لنهاية السطر. يبقى فوق كل عمود أمامي هنشتغل عمود أمامي. وفوق كل عمود خلفي هنشتغل عمود خلفي. هنشتغل كام سطر. هنشتغل تلاتاشر سطر. نعد السطور. كما نرى كده خلصنا السطور. عملنا تلاتاشر سطر. طبعا بسطر البداية. بعد كده نأخذ سلسلة الأمام. ونقص الخير. احنا كده خلصنا الواحدتين. فاضل كمان واحدتين. هنعملهم إن شاء الله في الجزء الثاني. واللي أول مرة تشوف أعمالي. ما تنسيش تدوسي على الزراء الأحمر التحت الفيديو. تدوسي على الجرس عشان يوصلي الكل جديد. هشوفكم على خير. مع السلام.